نتكلم إن قضية الوعي في المجتمع المصري أو تشكيل الوعي لدى المواطن المصري من أهم التحديات اللي بنواجهها رؤية حضرتك لهذا الملف مبدئياً بشكل عام روسي فانديم يعني حدك بتدوسي على أهم قضية بتواجه المجتمع المصري النهارة أي دولة عشان تحافظها نفسها في عندها حاجة اسمها الأمن القومي للدول الأمن القومي ده مجموعة أمور سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية كل ده مع بعضه لحد تسعينات القرن الماضي كنا بنعتبر إنك إنت عشان تقيسي قوة الدولة الشاملة دي إنك بتقيسي الأربع حاجات دول مع بعض كده بمعادلات معينة عشان توصلي إن الدولة دي قدرتها بتساوي قد إيه فالما بتخش في المواجهة مع الدولة دي بتبقى قدرتها قدية دي قدرتها كذا ودي قدرتها كذا الحقيقة إن المعادلات دي دلوقتي بتتغير تتغير ليه؟ لأنه ظهر حاجة اسمها الإعلام الحديث حضرتك فقدت دا القدرة كدولة إنك إنت تسيطري على اللي بيتقال ملكيش دعوة حضرتك هتقفلي القنوات بتاعتك هنا الناس هتسمعك من بره وبالتالي فكرة إنه بقى فيه مصادر كثيرة جدا بعدها صادق وبعدها كاذب بعدها مضلل بعدها حقيقي بعدها بيقول أخبار صحيحة وبدأ فيها بعدها بيفبرك كل دا أصبح موجود إيه بقى الحائط اللي بيمنع إن حضرتك تخترقي كدولة بهذا الأمر هي فكرة الوعي الوعي دا هو اللي هيخلي المتلقي بتاعنا دا قادر يفرز يفرز بقى يشوف دا صح ودا غلط ودا ينفع يتصدق لا دي معلومة نقصة لا دي كذا دا الفرق بيننا وبين المجتمعات المتقدمة تعليميا يعني حط دي كده لأنه حضرتك لازم تربي الناس من الأول كده على إنه العقل دا يقدر يفرز بين الصح والغلط إذا قدرت تعملي دا في النظام التعليمي بتاعك هتطلعي مجتمع اسمه مجتمع واحد إذا ما قدرتش تعملي دا يبقى هتطلعي حاجة اسمها الوعي إزاي يطلع لك ناس مقتنعين بأفكار غلط ممكن تكون بتهدم الدولة دي أو أفكارها أو قيمها لأنه الأمن القومي بتأسس على مجموعة القيم والمبادئ اللي المجتمع عايش مع بعضه عليه إحنا ليه عايشين مع بعض في الدولة دي إحنا عندنا مجتمع فيه المسلم وفيه المسيحي وكان فيه اليهودي زمان وكان فيه الغني والفقير والأصمر والأبيض كل دول عايشين مع بعض إيه اللي بيجمع الناس دي في المكان دا هي مجموعة القيم المتعارف علينا الحد 20-25 سنة فاته ما كنتش تقدر يتفرق في القيم بين المسلم والمسيح صحيح كنتش تفرق في القيم بين الغني والفقير كان الغني والفقير متوسط سكنين في عمارة واحدة وتقريباً العافشه قريب من بعضه الفقير حتى لما بيبقى ماشي كده تلاقيه يعني لابس لبس بيتعفف فيه يعني مش عايز يبين أنه هو أقل ما فالنهار دا بقى فيه تفاوت رهيب جداً المسائل دي التالت يزيد البعد كمان عن فكرة القيم والأديان الأديان دي منبع القيم فعمل فجوات كبيرة جداً في المجتمع الأغنية بتدوا يعيشوا في كومباونز الدولة كانت في فترة طويلة جداً غابت عن المجتمعات بتاعتها وثابت الفقراء فابتدوا يعيشوا في عشوائيات دي برضو أصبحت لها قيم فحصل فيه انعزال في منظومة القيم دا بيأثر على الأمن القومي ويأثر على فكرة الوعي على فكرة مش معنى الغني أنه عنده وعي أكبر ممكن يكون ما عنده شوائي كل دول بقى المفروض بيتجمعوا في نظام تعليمي النظام التعليمي دا هو اللي يحط لك مجموعة السوابت والقيم بتاعت المجتمع اللي فيها يقدر يفكر بطريقة تقدر تفرس فيها بين الصح والغرض